اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير لجميع متابعين في الأردن ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم سالة أجواء صيفية معتدلة خلال ساعة النهار لكن تنخفض ليلا يسوط طقس مال للبرودة إلى بارد نسبيا في أغلى مناطق المملكة خاصة المرتفعات الجبلية العالية وأيضا المناطق السهلية سواء الأقمال الصناعية الملتقتة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع عموم منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم وبالتالي سالة أجواء صافية بالمجمل نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام القليلة القادمة تحديدا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يوم الأحد استمر تأثر للمملكة بهذه الكتلة الهوائية حيث سالت أجواء صيفية معتدلة خلال ساعة النهار انخفضت ليلا أو تنخفض ليلا لتصبح الأجواء مال للبرودة إلى بارد نسبيا تستدعي لبس معطف خفيف يوم الاثنين لا تغير على الحالة الجوية تستمر الأجواء الصيفية معتدلة خلال ساعة النهار تميل للبرودة خلال ساعة الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأيضا من المناطق السهلة لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء ترتفع قليلا درجات الحرار لكن تكون أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يكون الطقس صيفي اعتيادي خلال ساعة النهار لكن ماء للبرودة خلال ساعة الليل يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يسود طقس صيف اعتياده خلال ساعة النهار لكن يكون ماء للبرودة إلى لطيف خلال ساعات الليل نذب الآن التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء صافية ماء للبرودة 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة أيضا 15 الرطبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة أسرع التوقعات الجوية للعاصمة عمان للثلاث يام القادمة يوم الاثنين تكون الأجواء صافية مع 22 درجة مئوية كحرارة عظماء مصغرة 16 درجة مئوية يوم الثلاثة 28 إلى 17 وترتفع يوم الأربعة لتسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظماء كما ترتفع أيضا ليلة لتسجل 21 درجة مئوية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة